هاتف معنا الكابتن عمر المهنة رئيس لجنة الحكام الرئيسية أبو عبدالعزيز مساء الخير حياك الله معنا اليوم في عالم الصحافة حياك الله أستاذ باندره سلام عليك وأكد سلام على الكابتن فهد والأستاذ حسن حياك الله خلني أسألك عن اللي أثارها قبل شوي أبو يزيد يقول في أحد الحكام يتلفظ الفاضع انصرية أثناء كان يلعب أيام مع نادي الشباب هل هذا بالفعل يحدث أبو عبدالعزيز من خلال الشحن اللي يصير بين الحكم واللاعبين والله شوف الأستاذ باندره عشان أكون صادق يعني ما أبغى أقول كل شيء وأنا ما أعرفه نعم ممكن يعني ممكن يقوله ولكن ما أتوقع حكم وخصصا إذا كان حكم دولي يعني إنه بيقول كلمات غير غير مقبولة طبعا يعني أنا أنا شخصية ما كنت أقبل ما كنت أقبل من لاعبي يكلمني ولكن إن مثلا أقول ألفاظ غير جيدة ما أتوقع طيب أبو عبدالعزيز بشكل مختصر كيف مستوى التحكيم في النصف النهائي الهلال النصر والأهلي والاتحاد الخضير والهويش طبعا نشوف الحمد لله هذا التوضيق من الله سبحانه وتعالى نعم إذا تبغى شيء مختصر بشكل جيد جدا أنا أتوقع أن الهلال النصر يمكن من سبع سنوات ما حكمه حكام سعودين أو أكثر ممكن الأهلي والاتحاد تحكمه يعني ما ذنبه ولكن تحكم نصر وهلال واتحاد وهلي ودور الأربعة وتطلع بهذا الشكل أنا أتوقع أن الحكم السعودي موجود متى من عطى الثقة من اتحاده من لجنته من دائرته ومن المسؤولين عنه رايح يكون في الوقت المناصب طيب تعليقك أبو عبدالعزيز على حديث رئيس نادي هيا بعد المباراة على الكابتن تركي الخبير لا أشوف في الله عشان برضو يعني أنا ما أحدد ولكن بصطة عامة بصطة عامة أي رئيس نادي أي رئيس نادي إداري نادي مسؤول التصريح مقبولة النقد مقبول نعم النقد مقبول ولكن التجريح ما تجريح ما نحن بالنسبة لنا ما راح نقبلها نعم نحن علينا إذا في شيء يعني تجريح ونقد نرفع للجنة للضباط واللجنة للضباط هي اللي تحدد يعني رفعت شكوى على حديث رئيس الهلال لأن والله عشان أكون صادق معاك أنت تعرف أنا كنت أول أمس في الرياض وأمس في جدة ودي ما سمعتني طبعا ولكن بعد ما نسمع ونشوف إذا كان في إيسافة راح نرفع للجنة للضباط نعم طيب الشد اللي حصل بين الكابتن تركي الخبير وكابتن سلمان الفرج بعد نهاية المباراة وعلى أثر طرد الكابتن سلمان الفرج في جدل حول هذا الموضوع وش رأيك فيه أبو عبد العزيز لأن البعض يقول أن الكابتن سلمان الفرج لا يستحق البطاقة الصفراء على اعتبار أن ركلة الجزاء ألغيت لا 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 شوفي يا صادق لو هذا ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه شو اسمع اعتراض ما فيه اعتراض أنا 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 معاك ولكن الاعتراض سواء لقت أو ما لقت الانذار تابت أوكي يعني أنت مثلا ما صفر تفاول وتيجي وتيجي تعترض عليه واضح القانون أي اعتراض بالقول أو الفعل ينذر اللاعب نعم طيب أبو عبد الرحمن معنى الأستاذ الحسن القرني بيداخل معك بشكل مختصر أبو عبد العزيز مسؤال خير حياك الله صفحة أنا بس بس أل سؤال بسيط أنت يعني تقول من رابع المستحيلات بالنسبة لكابتن تركي أنه يعني يتلفظ مثلا الفاض ربما أنك إنت يعني معاصر الحكم وتعرف الحكم دولي ربما العلاقتك أو الشمى شابه يعني لكن أنا بدي أسأل يعني أنت بنيت على ماذا أنه لم يكن هناك الفاض من الحكم في هذه المبارة تحديدا لا 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 بنيت بنيت زي ما قلت لك طبعا أنا أنا ما أدري إيش إيش إنه في الطرح الجريدة ولكن أنا قلت أنا قلت ما أقدر يعني أنفي أو أقدر ولكن من الخبرة وبالذات كحكم دولي ما توقع أن يتلفظ هذه الألفاظ ما توقع أن يتلفظ هذه الألفاظ ولكن أنا أكون صادق معك ما أدري عن إيش الجريدة ولكن أظن تصريحي كان واضح نعم يعني ما أنفي ولا أكد ولكن كحكم دولي ما ممكن يتلفظ هذه الألفاظ أنا أقول أنه الألفاظ يعني إن شاء الله أنها ما تصل لكن ربما أنه يكون في لفظ فسر بطريقة وباخرى وفي النهاية اعتقد انه حتى ادارة الهلال كما انتم محقون في شكوى يعني رئيس نادي الهلال لانكم ترون مثلا في تصريح التجاوز او اي رئيس نادي او مسؤول فنلندية يتجاوز من حقكم ان تطالبوا يعني بعقوبته ايضا ادارة الهلال وغيرها من ادارة الهلال متى رأت انه في تجاوز باللفظ او باي عبارة من قريب وبعيد من حق انه ايضا في نفس الوقت انه يشتكي الحكم وان تطبق عقوبة خصوصا لكابتن كورت تركي اللي تضير تحديدا يعني سبق انه وقعت عليه عقوبة انضباطية يعني العقوبة الانضباطية ظني واضحة اول شيء يعني ما بغى ارجع للوراء ولكن ارجع للوراء واحن قلنا قلنا اخي يعني ان انت تيجي مثلا تيجي مثلا تضرب لاعب ولكن برضو انا كحكم وراء حرضا لللاعب يجي اضرب انا من حقي من ادارة اوكي يعني اذا انت تتكلم احنا دارة الفيصة الليها يعني ما بغى تجعله ولكن يعني لا الحق والله ان الحكم اقرب انه ممكن انه انه معرم للخطأ ولكن اهم شيء الشيخ ما يستمر على هذة الحق نعم ابو عبدالعزيز معاذ كابتن فهد الكلفة بيداخل معك تفضل ابو جزي استهد ابرخير استاذ عمر حياة كواثر فهد استاذ عمر كابتن فهد يببندر من اللاعبين على مستوى خلق حبيبي وانه ونعم بيكم فيه او عبدالعزيز عشان كده استاذ عمر انت قلت من المستحيلات وانت الموذجي ما شاء الله مو عشان كنت قلت لي على خلق لا انا في كثير مباريات كنت تحكمها كنت اشوفك يعني لا تحسب ان كل الحكام زي عمر المهنة لما انت تقومون من المستحيلات انا ربما انك سقط سهوا هذا التصريح او الناحد نقل عنك لكن تأكد ان في حكام لا يملكون اخلاقيات عمر المهنة انا استغربت من هذا شوف شو بيستر تهد اول شي انا قلت لك يشاهد الله التصفين الكترين انا قلت لهم انا ما اقدر عمزه لان اما ان ا dioك لان انا ما استمعت ولكن ان انا اقدر اكد ان حكم الله انا اذكر يقول لك على الاقل القليلة هذي انقلع ك لان اطوباتها انت مش لا يسأل الله انا انا لا اعلقى ان يريدвон اذكرها لان بعض الحكام استمعها من قول انقلع كده وتمشي هذا مو بسؤالي بس انا سؤالي استغربت منك انك تقول بس حلات لانك انت يمكن تقيسها على نفسك لا 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 شوف برجع وكرر ارجع وكرر انا قلت لا اقدر عنفي ولا اقدر اعكد لان انا شخصيا ما ممكن اجي اقول والله ما قال وانا ما سمعتها او قال ولكن انا اللي اقدر اقول ان الحكم الدولي سواء تركيا وغير تركي ما يعني ما اتوقع ان تلفظه ولكن اذا كان نعم سواء من تركيا وغير تركيا حنا ما نرمع انت هالوقف ما عندي وقف اهم شي والله سيد عمر انا بستفيد منك حالة فنية بواك انت تفيدني والله كنت اشوف انبرة شاهدها مع نصراويين وهلاليين وكنا نتناقش عن حالة فنية انت خبرة طبعا في حكام في القنوات يعيدون اللقطات لكن انا بغسماعها منك لان ممكن محرج يردك الشكل مباشر السؤال الفريدي لما انغي انه بلانتي صار خطأ في القرار بعد هل كل القرار يلغى ولا يجب انه يستدعى الفريدي يعاقب ابيك تعلمني لا 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 يعاقب ليش انه تمثيل لا لا هو 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 اللي دار هو اللي دار يعني هذا يعتبر مثل على الحكم بعد ما شاهد الحكم هو خطأ او لا انتهت الحركة لا لا شخص بفهد هو هو اللي دار ان الحكم الحكم الساعد قال للحكم اذا كان انت حاسب على التلامس في 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 الوجه وهذا ما فيه تلامس نعم فقال له انا حاسب على هذا الاساس قال له ما فيه تلامس الرجل الرجل طبعا هو فيه تلامس في الرجل ولكن هذه حالة تخدرية هذه حالة تخدرية شكرا 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 عبد العزيز وقتنا انتهى شكرا